أداء المؤشر الرئيسي EGX30 كان الأسبوع الماضي محقق أداء أفضل من مؤشر الشركات الصغيرة المتوسطة EGX70 وده يمكن اللي خلى مع مطلع الأسبوع ده أن احنا بنشوف تحرقات أقوى لمؤشر الشركات الصغيرة المتوسطة EGX70 ولكن احنا خلينا بنتكلم أن في الفترة دي بيحصل تدوير في السيولة بين الكلاة المؤشرين يمكن احنا بنسبالنا بنشوف أن مع انطلاق نتائج الأعمال بتاعت النص الأولاني شفنا الشركات القيادية كلها محققة طفرات في الأرباح معدلات نمو كبيرة جدا وده يمكن اللي ساهم في عودة عمليات الشراء مجددا في السوق ويمكن احنا كنا دايما بنتكلم حتى الفترة الماضية في وسط عمليات جني الأرباح ووسط مخاوف المستثمرين من التوترات الجيوسياسية وتفاقمة أن دايما التراجعات بتاعت السوق بتبقى فرص جاذبة جدا للمستثمر المتواصل طويل أجل وده يمكن حتى اللي احنا شفناه فعلا مع انطلاق موسم نتائج الأعمال بالإضافة كمان أن في عدة بيانات اقتصادية من شأنها أنها تخلي المستثمر يتشجع نحو الاستثمار في سوق الأسهم طبعا على رأسها التراجع معدلات تضخم احنا شفنا يمكن تباطق معدلات تضخم في الفترة الأخيرة وده بيتيح المجال أمام البنك المركزي فيه وقف سياسة تشديد النقدي وده طبعا هيبقى ليه الأثر الإيجابي على السوق مستقبلا بالإضافة يمكن احنا حتى شايفين الأسوال العالمية كلها متأثرة باحتمالية اتخاذ الفيدرالي قرارات أو اتجاه الفيدرالي نحو تخفيض معدلات الفايدة كل العامل دي بتساعد سوق المال أو بتساعد المستثمرين أن هم يخوضوا المخاطر في سوق الأسهم ويمكن خصوصا من الفترة دي يمكن نحن دايما بنتكلم أن فيه غياب للمؤسسات الأجنبية وأعتقد أن الفترة القادمة مع استقرار أسعار الصرف هنشوف عودة المؤسسات الأجنبية مرة أخرى في السوق مينة بالحديث عن سعر الصرف بالحديث عن سعر الصرف نلاحظ أكيد أن الدولار ارتفع أمام الجنيه أو ارتفاع الدولار بشكل عام أمام الجنيه كان دعم السوق في الفترة الماضية ما التوقعات الآن في ظل عودة ارتفاع الجنيه أمام الدولار؟ طيب هوا إحنا خلينا نتكلم أن الدولار للفترة الفترة ارتفع لعدة أسباب كان طبعا تخرج بعض الأجنب من أدوات الدين أو تخرج جزء من الهوت ماني ويمكن إحنا دائما بنتكلم أن الهوت ماني ما ينفعش نعتمد عليه وده يمكن الأشار يعني الحكومة نفسها بتتارجد كده الفترة القادمة فهي إحنا شفنا أنه حاجة مؤقتة إنما يمكن إحنا الفترة القادمة أعتقد أن الاهتمام الأكبر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاهتمام بالصناعة الحاجات دي هي دي اللي هتبقى فعلا هتوفر الدولار بصورة مستمرة فأعتقد أن الفترة القادمة بإذن الله هيبقى فيه استقرار لأسعار الصرف وده اللي إحنا شفناه أن حتى بعد ما ابتدى أنه يرتفع خلال فترة الماضية مع التوترات الجيوس السياسية وتخرج بعض المؤسسات من أدوات الدين شفنا استقرار مرة أخرى في أسعار الصرف وخصوصا من الفترة القادمة أعتقد أنها تعاود هذه الاستثمارات مرة أخرى في الأسعار سواء في أدوات الدين أو كمان لو تم تخفيض لأسعار الفايدة أعتقد أن نحن نشوف زي ما تكلمنا عودة المؤسسات في سوء الأسهم أو في الاستثمارات المباشرة في القطاع السنوعة بدعنا نقف كذلك عن زهم حديد عز يعني هو السهم كان تأثر بشكل سلبي الأسبوع الماضي في ظل تحقيقات المفاوضية الأوروبية في اتهامات بالإغراق بشأن واردات الصلب المسطح ولكن اليوم نلاحظ أن السهم عاد للارتفاع ما أسباب ذلك وما التوقعات بالنسبة للسهم في الفترة المقبلة؟ طيب هو إحنا يمكن حديد عز شهدنا الفترة اللي فات ارتفاعات كبيرة جدا في السهم فكان طبيعي مع أي خبر سلبي أنه بيتم بعض عمليات جني الأرباح أعتقد أن عمليات جني الأرباح ديت كانت طبعا نظرا للأسباب اللي احنا تكلمنا عليها كمان بالإضافة لخبر السلبي اللي كان على حديد عز فده طبعا أثر بالسلبي ولكن أعتقد أن التحقيقات دي مستمرة أو يعني جارية في الوقت الحالي أعتقد أن بعد الانتقام هنشهد صعود مرة أخرى للسهم وأعتقد أن يمكن فيه أسهم كتير الفترة اللي فات شفناها أنها بتتحرك بنفس الأسلوب أن بيحصل عمليات جني الأرباح بعد الصعود الكبير اللي بنشوف وعلى رأسهم مثلا سهل مطالعة مصطف احنا شفنا يمكن بعد الأخبار الإجابية الكتير اللي حصلت وصل المصطفات السعرية مرتفعة تم عمليات جني الأرباح ولكن مع إعلان نتاج الأعمال بنشوف معاودة الصعود مرة أخرى للسهم